الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الكرام مرة اخرى هنشوف مع بعض حاجة جديدة من الفيتشرز اللي جاية مع الارابل 9 هي ميزيك الفول تاكس سيرش فونكشن الفول تاكس عموما هي كانت موجودة في الاسدارات السابقة بس طبعا بتكون بطريقة مختلفة شوية لكن تم تدعمها بشكل صريح من خلال الوير فول تاكس اه مثل اللي جات مع الكويري بيلدر وجات مع الالكونت وهي فكرتها ان هي بتحول الحالات بتاعت التاكس الى اندكسس او ان هي بتحول الحالة بتاعت السيرش عن كلمة معينة جوا مجموعة اه كولومز او بداية من كولومز لمجموعة من خلال الماتش والاجينست فونكشن اللي موجودة في الميزيك الفول تاكس او البوستجري اه اسكيل معروفة هي ميزيكيل كأنجين لكن هناخد المثال على ميزيكيل فكرتها بكل بساطة ان انت بيبقى عندك حالات من السيرشز اه بطريقة معينة اللي هي ناشرال لانجج فول تاكس سيرشز والفول تاكس سيرشز والفول تاكس سيرشز والسكوري اكسبانشن والستوب ووردس وريستريكشن والى اخير طيب اللي دارس ماسي كلا بيعارف الكلام ده لكن احنا هدفنا دلوقتي احنا ننضح الفكرة من الميزة الجديدة خلين اخد المثال على الناشرال لانجج هنا بيتكلم عن ان هو عنده اه اه ارتيكال تابل هيقوم بانشاؤه وحي يعمل عملية انسيرت لمجموعة قيم ويبدأ بعملية الاجينست او الماتش والاجينست لاحظ كده هنا هي فكرة ان هو بيسيلكت اه اول فروم الارتيكالز كل المقالات اللي موجودة وير ماتش هيماتش او هيطابق القيمة اللي هي داتا بيز في كولوم تايتل وبادي هادي الفكرة عموما في ماسي كيل او الانجج عموما طيب هنا بقى في خلينا ناخد الكلام بكل اه نكرياتي التابل الاول اللي هو ده عشان بس نفهم الفكرة طبعا انا عامل تابل اه سوري عامل داتا بيز بس بجرب عليها اه لكن خلينا نكرياتي التابل طبعا نفقد ان انا كرياتي التابل ده عن طريق ما يجريش لكن عشان بس اشرح الفكرة عشان وقت المحاضرة او الدرس ما يبقاش طويل هننسيرت الديتا اه هنا اه سوري هننسيرت الديتا بعد كده احنا ممكن نبدأ نجرب العملية دي اللي احنا ناخد دي ونبدأ نروح هنا على ونطبق الفكرة دي ونشوف ايه لا يحصل هي دي الفكرة لاحظ من مجموعة القيم لقى ان في عندي جملة داتا بيز متوفرة هنا في البادي وجاب لي الاي دي واحد وخمسة فعلا لقى في مطابقة مع الجملة لو تلاحظ هنا الجملة بحيثيتها سواء ان كان كابتل او سمول لاتر جاب عملية المقارنة ولقاها ان هي موجودة فعلا في البادي وقيمتين بتوعهم اللي موجودين في الاي دي وفي اللي هو الاي دي رقم واحد والاي دي رقم حمسة نفس الفكرة عندنا هنا ان انا لما اروح على لرب الفريمورك الاصدار التاسع ان انا ممكن ابدأ اعمل كويري خلينا يجي هنا جوة الاندكس عادي جدا موقف بس الويلكم بيج واجي هنا هقول مسلا وهاجي اجيب الطابل طبعا ان عندي ده او 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 وهروح اجيب اسم الجدول اللي هو اه ارتيكل نشوف الفكرة مع بعض وهبدأ استخدم الفكرة من خلال وير فال تكس وهقول له والله هاتبط بقلي الاا على جملة وهقول له هاتلك كل الجمل بنفس الفكرة فبالتالي هاعمل ونروح لبص كده مع بعض. نبص هنا على الاندكس الرئيسي. هنا عندي مجموعة القيم جنرال كانت فاين فول تكست اندكس ماتشنج مبدئيا هنا عندي بيتكلم مع او اتكلم عن الارور اللي بيقول ان هو مش قادر يشوف ان في فول تكست اندكس ماتشنج مع الكلوم لست اللي انت عربت عليه فبالتالي بروحنا هنا على الستركشور ونبص هنا على البيض هلقى ان هو تكست عادي فمحتاجين ان احنا نحول البيض لفول تكست او ان انا محتاج ان انا او اشوف ازاي ان انا هعمل عملية الالتر تيبل بتاعي وحول البيض لفول تكست هاجي هنا بكل بساطة خليني اجي اقول الالتر تيبل اللي هو جدول الارتكالز اللي احنا شغلين عليه ده اللي يحصل في ايه هقول له اد فول تكست للبادي طيب انا هنا حطيت الكلام ده ايه مانيول لكن هنشوف ازاي مع بعض ان احنا بنميك الكلام ده يكون من خلال لكن نبص هنا مع بعض خلاص حطيته حولته الى فول تكست طب نبص على مرة تانية نشوف هنا نروح نعمل مرة تانية ريفرش لاحظ هنا معايا لقى ان فعلا ان انا حطيت الفول تكست للبادي وطلع الجملتين اللي هم عموجودين عندي في القيمتين واحد وخمسة ده من خلال الفريمورك عشان بس لما تيجي تطبق الفكرة تبقى عارف المسألة فين فبالتالي الفول تكست اذا انديكسنج هي بتعمل عملية ايه ان هي بتتيح لي المسود وير فول تكست ان هي تسيرش بشكل عام جوه الفول تكست بطريقة كمان لما اجي ان انا اميك مايجراشن هاو البيتش فيو ارتزم ميك مايجراشن مايجراشن اوكي واسميه مثلا ارتكالز هناخد نفس النام والله عشان نفس ما نغلطش اهو نفس النام واشوف ازاي هدعم فكرة الفول تكست اد الميجراشن بتاعي ارتكالز نروح على داتابيس ميجراشن اوكي طيب خليني اجيب مثلا السكيمة كريت اوكي وهبدأ بقى اضمن التايتل والايد والبادي انا عندي التايتل اهي اخليها في وهنا دي هتكون ان انا اه لازم اخليها تاكست حاجة هنا اقول مسلا تاكست اوكي وهقول له بادي ويكون بقى عشان اقاد هقول له بالطريقة دي فول تاكست عشان اقدر اخليه ان هو اي اد مع او ممكن كمان اطبقها على عادي جدا بشكل مشكلة بحيث ان انا اخليها بشكل يعني لو افتع الحاجة من دول حالك حالك ليس بادي حالك ويقول ان coma بادي ايه هنا واحد مش عارف اه هنا. اه نشوف انا الكلام ده طبعا دي الديتا اللي دخلت عندي قبل كده انا ممكن اخد نفس الديتا اللي هي هنا وعملها من تاني عشان نشوف الفكرة. طيب انا هروح اعمل الارتكال تابل ادي الارتكال الارتكالس تابل اوكي وهاجي هنا بقى هقول اعمل للارتكالس تعال نبص بقى على الارتكالس اهو هنشوف هو حول لي الدنيا زي ما انا عايز انا بقى ونزل بطبعا ناخد بقى الديتا مرة تانية ونعمل انسرت للبيانات. شوف هنا دي الاسكيل. طيب خلينا نعمل مرة تانية. اشتغلت معي نفس داتا بدون اي مشكلة. ليه? لان انا خلاص. اسلام انا بعمل بتاعي عرفت له ان الكولوم ده فولتكس. طيب لو جيت قلت له مالتي بالكولوم يعني لو جيت هنا بقى قلت كمان دور لي في التايتل على جملة ايه? على جملة اه اه طيب نشوف كده مع بعض. طلعها لي فعلا. طيب لو جيت قلت له دور لي على جملة دي بي ام اس فقط. تعال نشوف ايه يحصل. هقول له دور لي هنا وهنا. هنوصل الجملة دي. تعال نشوف. ما لقاش اي حاجة للا ان هنا عند الجملة مش متوفرة في التايتل لكنها متوفرة في البادي. تعال نشوف. فعلا لقاها موجودة هنا. اذا اه لو جيت هنا بقى هنا. التايتل. تعال نشوف. دي المثل الثانية انه هو بيسرش هنا او هنا. المهم ادي دي فكرة مع الاصدار التاسع في العربي. ازين هي بتناتش وتاجينس الجملة. وهنا طبعا على هي بتكون طبعا كل ده اه امور احنا عارفنا لان دراساتنا للمي سيكيرل عموما. اه بس كنا بنشرح الفكرة من الاصدار التاسع وازاي هي اشتغلت معاه. شوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. في السلام عليكم. شكرا